الآن عدد من الملفات وتقارير الوزراء ويعقب الاجتماع توقيع اتفاقية يتعاون هذا وكانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال والذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحرية العامة استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار مساء أمس مساعد المدير العام لليونسكو بلاديمير ريبانيان لبحث استضافة مصر لمؤتمر إفريقيا للعلوم البحرية لجل التنمية المستدامة هذا وأكد عبدالغفار تسخيل الإمكانات لنجاح المؤتمر وتحقيق الهدف منه في تعميق العلاقات الإفريقية خاصة في مجال العلوم البحرية وبحث اللقاء الترتيب للإجراءات اللازمة لتنظيم المؤتمر من حيث عدد الدول المشاركة والإعداد لأجندة المؤتمر ومن جانبه أعرب مساعد المدير العام لليونسكو عن ساعدته باستضافة مصر للمؤتمر مؤكدا قدرته على إنجاح المؤتمر بما تملكه من خبرة واسعة في تنظيم المؤتمرات الدولية أكد نائب محافظ البنك المركزي جمال نجمة تفعيل مبادرة التمويل العقاري المخصصة لمتوسط الدخل بفائدة 10% متنقصة بجميع البنوك هذا وتأتي المبادرة بقيمة 50 مليار جنيه والتي من خلالها يمكن للمواطنين الرغبين في الحصول على تمويل لإجراء وحدات سكانية التوجه لأي بنك بشرط توافر الشروط اللازمة للحصول على التمويل وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أنه يشترط أن تكون الوحدة السكانية كاملة التشطيب كي تشملها المبادرة وكذلك يجب أن يتضمنها العقد المبرم بين المشتري الراغب في الحصول على التمويل وبين الباعة سواء كان شركة أو فرض أعلنت الداخلية العراقية أعتقال خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية بمحافظة مينوة وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قوات أمنية مشتركة تمكنت بناء على معلومات استخبارية من القبض على العناصر مشيرة أن من بينهم شخص يدعى أبو كندهار كان يعمل فيما يسمى بالدوريات والحواجز للتنظيم فيما عمل بقية العناصر بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجندة وذلك خلال فترة سيطرت التنظيم على مدينة الموصل أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله أن تبرم بلاده اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية والتوصل إلى سلام دائم مع الأطراف الداخلية الأفغانية وأوضح ترامب أنه يتم التفاوض مع طالبان مشيرا أن هناك فرصة لإبرام صفقة سلام والجدد بالذكر أن الرئيس الأفغاني كان قد عقد أول أمس اجتماعا تشاوريا ثانيا مع المسؤولين العسكريين والقادة حول اتفاق سلام محتمل حيث تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان تقتربان من أعلان اتفاق وهو ما قد يمهد لمحادثات سلام بين الأطراف الأفغانية المختلفة وكذلك انسحاب الكوات الأمريكية من البلاد ترجمة نانسي قنقر